أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وصلى الله على محمد وآلي محمد وحجل فرجعهم والعنام ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين الكلام في الوجوب والفرض وما يجري مجراهما ونحن في المبحث الثاني وهو فرع أنه هل يصح تفكيك الحديث الواحد المستعمل فيه لفظ واحد إلى أحكام تتراوح بين الوجوب والاستحباب ونحوهما فقلنا في الجواب نعم وذلك بالقراء لأن لأن الحكم تابع لقيام الحجة لا العكس ولم تثبت الملازمة بين الأحكام في الحجية وعدمها طيب هل لهذا نظائر في كلامهم عليهم السلام؟ نقول نعم ولهذا نظائر في كلامهم عليهم السلام كصحيح عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها ماذا تفهمون من هذا الخبر؟ الإمام عليه السلام يقول ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق وبعدين بالأخير يقول ماذا إلا بإذن زوجها يعني الآن امرأة ولها عبيد موالي مماليك عبيد إماء فأرادت أن تعتق إحداهن مثلا ظاهر الخبر لا يجوز لها أن تعتقها إلا بإذن زوجها مع أنها هي المالكة يقول ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة حتى تريد تتصدق ما لها ما لها ما لها شخص تريد تتصدق وروحي أولا استأذني من زوجك ولا تدبير تدبير شنو تدبير تدبير هو أنه المولى يقول لمولاه لعبده مثلا أنه أنت حر بعدما ماتي هذا يسمى شنو تدبير فهي إذا قالت مثلا أنت حرة لوجه الله بعدما ماتي لازم تستأذن زوجها ظاهر الخبر دال على هذا ولا هبة حتى تريد تهب أحد شيئا ليس لها ذلك إلا أن تستأذنه ولا نذر في مالها نذر نذرت شيئا في مالها تتصرف أيضا بمالها إلا بإذن زوجها إلا يعني أكوز تثناء من ذلك إلا في حج إن الحج واجب صحيح أو زكاة الزكاة واجبة أو بر والديها أو صلة قرابتها إذن ظاهر الخبر أن كل هذه المذكورات لا تنعقد أو توقع لا ينعقد النذر لا يقع التدبير لا يقع العتق لا يصح تصرفها في كل هذه الأشياء وإن كانت من ملكها الخاص إلا بإذن زوجها إلا إذا كانت تصرفها في شؤون الحج أو الزكاة أو صلة الأرحام أو بر الوالدين ولكن فقهيا مشهور الفقهاء ما التزموا بذلك ما التزموا بالوجوب في كل هذه المذكورات وإنما التزموا بالوجوب في فرد واحد وهو الحج النذر لا الحج مفروغ منه إحنا كلامنا في غير المستثنيات الأخيرة الفقهاء يقولون أن نذر المرأة لا ينعقد إلا بإذن زوجها هذا على المشهور طبعا وخاصة إذا كان المنذور يزاحم الاستمتاع حقه في الاستمتاع إذا كان هكذا لا ينعقد هذا النذر من دون إذنه نعم بعد الدرس السل هذا السؤال بعد الدرس السل زين نقول إذ وقع التفكيك بين النذر وبقية المذكورات في الخبر إذ وقع التفكيك بين النذر وبقية المذكورات في الخبر فالتزم الفقهاء باشتراط إذن الزوج في صحة عقاد الأول اللي هو النذر اللي هو النذر ولا سيما فيما يزاحم حقه في الاستمتاع واستحبابه في البقية استحبابه شنو هذا استحباب؟ استحباب الإذن أخذ الإذن من الزوج في بقية الأشياء المذكورة طيب لماذا ذهب المشهور إلى هذا؟ على أي أساس فككوا بين الخبر؟ لقطعية سلطنتها على أموالها وحقها في التصرف فيها ماذي قاعدة بعد؟ الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم هذا ما لها خلص وهذا شيء مقطوع به أن لديها سلطنة على أموالها إذن لما الإمام عليه السلام يقول لا أمر لها إلا بإذن زوجها في أموالها في هذه التصرفات يحمل ذلك على الاستحباب وكحكم أخلاقي أن لا تتقدم على زوجها على الكراهة أم على الاستحباب؟ نعم على الاستحباب أنه مستحب لها أن تستأذنه تستأذن ما نحكم بالكراهة بمقتضى هذا الخبر أنها إذا انفردت لأن الخبر يقول إلا بإذن زوجها نحن الآن نريد أن نعرف إذن الزوج شرط في الإيقاع والانعقاد أم أنه ليس بشرط يعني شرط لازم واجب أو ليس كذلك نقول هو شرط استحبابي بس ونفس الأمر إذا كان بين الاستحباب والوجوب والحرمة والكراهة أيضاً ليس دائماً لا ما كل ما دل على الاستحباب يلزم أن يكون عكسه أو نقيضه مكروه لا لا مو بين الاستحباب والمكروه بس إذا كان الدليل يقوم الحج إذا كان واجب الكلام إذا كان واجب موضوع ثاني بس الكلام إحنا إلى الآن ما قلناه بالوجوب إحنا نقوله بالاستحباب الآن على مشهور الفقهاء فليس لنا أن نحكم بالكراهة بمجرد هذا الخبر التفتوا أن نحكم بالكراهة فيما لو استقلت بالتصرف في مالها في ما هي مسلطة عليه لأنه ماذا يبقى لها بعد ذلك تعال شوف إذا كل هذه الأمور الإمام عليه السلام أيضاً كأنه في معرض ذكر مصاديق لا حصر يقول ليس للمرأة مع زوجها أمر ثم كأنه يذكر مصاديق يقول فيه عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها شو تسوي هذه بعض المسكين شون يبقى لها لأنه سلطنتها على أموالها لهذه قاعدة مقطوع بها ليش ما يكون مثلاً هذا الخبر قيد هذه القاعدة هذا أكماناً أنه هو أطلاق إذا تقول هذا مطلق وهذا مقيد ذاك مطلق وهذا مقيد السؤال الذي يتوجه إليك وهو أنه إذا قيدتها في مثل كل هذا أي شيء يبقى لها بعد وحتى تتصرف به جيب لنا فرد من الأفراد بعد شون تتصرف بمالها يعني شون تسوي شون تسوي به مثلاً إذا ما تقدر تتصدق بالمال تخيل تتصدق بالمال إلا بإذن زوجها مع أنه هذه قربة وطاعة تقدر تبيع وتشتري بهذا المال من دون إذن زوجها يعني بالفحوة بالأولوية يصير ذاك الشيء أيضاً عليها ممنوعاً ففي الحقيقة إذا قلنا بهذا الخبر على ظاهره وإطلاقه وذهبنا إلى كونه مقيداً للقاعدة في الحقيقة إن القاعدة ترتفع في خصوصها في شأنها ما يبقى لها تسلط أصلاً على مالها لا يبقى لها شيء تستطيع أن تتصرف فيه لماذا لا يكون ذلك لقطعية تسلطها على مالها هي تملك شرعاً أم لا تملك المالك مسلط أم ليس بمسلط شلون تسلب منها هذه السلطنة الأصل ما يصير ما سلب كونها الزوجية لا تسلب منها الملكية العبد عكس العبد عرفتو حتى العبد العبد لا هذا غير شيء هذا موضوع آخر الآن هذا مثل قوله صلى الله عليه وآله أنت ومالك لأبيك شون يعني أنت ومالك لأبيك هذا يجي الأب وعلى ابنة ابنة صاير مليونير كاد تعبان مشتغل وهذا الشكل يجي يقول له أنت ومالك لأبيك غصباً عنه قص ويأخذ كل الفلوس وهذا مسكين يروح هذا مو صحيح لأنه هذا حكم أخلاقي يعني هو في واقع وارد عرفتو أنه ترى أنت مثل ما واحد يقول شنو اللحم اشتافك من خير من خير أبوك يعني فأي شيء اللي يصير بعدين أنت بنيت نفسك صحيح صرت أثرياً مثلاً كذا هذا مو معنى أنه تعرض عن والدك هكذا وتعتبر إذا طلب منك شيئاً كذا خلص يعني وكذلك في الطرف الآخر أنه الوالد أيضاً لا يجور على ولدي ويقول أنا أملكك وشيء زين هذا إذا يملكه أيضاً يعني شون يقدر روحي بيع مثلاً صار مثلاً مولى له يعني يقول أنت أنت ومالك لأبيك إذا يقول أنت يعني هو صار أيضاً عبدي عبدي يقدر يودي إلى سوق الرقيق وروحي بيعه يقول هذا ولدي عبدي أنا أبيعه أخذ فلوسه هذه أحكام أخلاقية في الحقيقة بس العبد حقيقة لا مدائماً من يقول لا فيه تفصيل ما مصحيح العبد مملوك أما إذا ملك العبد شيئاً فيه تفصيل فيه كلام طيب فالتزم الفقهاء باشتراط إذن الزوج في صحة عقاد الأول ولا سيما فيما يزاحم حقه في الاستمتاع واستحبابه في البقية لقطعية سلطنتها على أموالها وحقها في التصرف فيها زين ولذا قال صاحب الجواهر في معرض الاستدلال به بهذا الخبر أنه الصحيح المزبور الذي لا يقدح في حجي أموالها وحقه في حجيته اجتماله على أموالها وحقه في التصرف على ما لا نقول به من الأمور من الأمور المزبورة مزبورة مزبورة يعني السالفة الفايتة يعني كأنها ذاهلت فلاحظوا أن صاحب الجواهر يحتج بهذا الخبر ومع كونه مجتملا على ما لا نقول به يعني به بلسان الفقهاء يتكلم أنه ما الذي لا نقول به وجوب اشتراط اذن الزوج في تصرف المرأة فيما تملك كالعتق مثلا كالتدبير مثلا كالصداقة مثلا ونحوها الشيء الوحيد الذي التزموا به هو ماذا هو وجوب الاشتراط وجوب الاذن اذن الزوج هذا الشرط فقط واجب في قضية النذر وهمه أي نذر النذر الذي يزاحم حقه في الاستمتاع فإذن فقط هذا البقية ما قامت الحجة يرحمكم الله على بقية المذكورات بأنها واجبة فتحمل على كونها شنو مستحبة كحكم أخلاقي هذا مثال المثال الآخر وَكَذَٰلِكَ خَبَرُ الْحَلَبِيِّ طبعا بالمناسبة الآن الفتوى هم أيضا شوي هم تغيرت يعني البعض يصحح مطلقا نذرها ويحمل الكل على الاستحباب الكل حتى النذر يحمل الكل على الاستحباب يعني فيه تفصيل كذلك حتى بين فقهاء اليوم هناك تفصيل في ذلك وكذلك خبر الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة فَأَمْسَكَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامِ ثُمَّ رَدَّهَا فَقَالْ إِنْ كَانَ فِي تِلْكَ اللَّبَنْ لَذِي شَرِبَهِ السَّلَامَ أَنَّا رَجُلًا اشْتَرَى شَاتًا فَأَمْسَكَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامِ ليش ذكرت ثلاثة أيام لخيار الحيوان شنو خيار الحيوان إن شخصا إذا اشترى حيوانا فله إلى أجل ثلاثة أيام الخيار في أن يبقيه فينتقل إلى ملكه تتم البيع مئة بالمئة وله الخيار أن يفسخ خلال ثلاثة أيام يرجع للبائع ولا خلص ما أعجبني بعد أنا أريد أرجع هاي الحيوان ليس للبائع أن يرفض فسخ البيع هذه يقول خلص رجع ورجع لك فلوسك تمام هذا يسمى خيار الحيوان في باب الخيارات مثل خيار المجلس وكذا زين فالآن هذا أمسك الشاتة ثلاثة أيام بس في الثلاثة أيام ما أريد أن يقول كلاوتي يعني بس يعني بهالثلاثة أيام جاء يحلبها حلب ويشرب من لبنها وكذا واستفاد وبعدين هم يرجعها لصاحبها ويقول لها يرجع لي فلوسي هذا كم يرجع لها فلوس المسكين فأخذ كل هذا اللبن بلاش موهشكل بعض الناس سووها بهالبلاد على أساس يقول لك هو يسامحي لك 28 يوم ما أدري شنو البضاعة تشتريها تقدر ترجعها خلال 28 يوم فش يسوي يروح يشتري له مثلا شغلة معينة مثلا جهاز معين كذا يستعمله مثلا بعدين يقول أنا أرجعها بعد 28 يوم صار كله بلاش يعني فالمسألة هنا يسأل الإمام عليه السلام أنه هذا هل عليه شيء شنو حكمه شنو يسوي فالإمام أجابه وهكذا قال إن كان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد مو يرجع الشات هذه يرجع معها ثلاثة أمداد السلفقاء اختلفوا أن ثلاثة أمداد هذه من شنو من الحليب من اللبن أم من الطعام كتعويض أكو خلاف في هذه المسألة ما تعنينا الآن الممكن شيء من التعويض عن هذا اللبن الذي شربه وانتفع به هذه الثلاثة أيام وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء زين الفقهاء وقع عندهم هذا الخبر فكيف تعاملوا معه لم يتعاملوا معه إلا بالحكم بهذا بجواز رد المشتر الشات وإن تصرف بحلبها وشرب لبنها أما قضية وجوب رد الثلاثة أمداد ما حكم به مشهور الفقهاء طيب ليش شلون صار هذا التفكيك بين الحكمين بين الحكمين نقول إذ لم يلتزم الفقهاء معه معه إلا بجواز رد المشتر الشات وإن تصرف فيها بحلبها وشرب لبنها ووجوب قبول البائع يعني البائع واجب عليه يقبل خلص ترجع على الشات لازم يقبل رجوع حوي يرجع المال لصاحبه حتى وإذا مستعملها أو يعني حالبها وشارب من لبنها ووجوب قبول البائع طيب ما حجتهم في ذلك لقطعية بقاء خيار الحيوان في الثلاثة الأيام ما انقطت الثلاثة أيام هذا أمر مقطوع به من الشريعة صحيح فإذا الحكم باقي على أصله يقدر يرجع في هذه الثلاثة أيام ويفسخ نعم نعم ما هو الأخبار الأخرى أعتمد الفقه لا هو الآن جاء ينفصل لا ممكن أن يكون خيار مشروط يبقى خيار إذا خيار مشروط الكلام بلا شرط الآن إذا شرط عليه شرط عليه المؤمنون عنده شروطهم فهو ما شرط حجية ثبتت أنه خيار مشروط يرجع ولكن مع قرينة الخبر رد ثلاث يكون ملحق لا ما هو ما كو بالخبر أنه البائع شرط عليه إن أردت أن ترجعها في الثلاثة أيام فعليك أن تعوضني عما شربت من لبنها ثلاثة أمداد ما كوهي تشير الآن بلا شرط إطلاقا هو راح اشترى لشات ثلاثة يام حلبها وشرب منها وبعد ذلك بدأ له أن يرجعها عليه شيء أم لا يعني شوفوا هنا أكثر من مسألة عندنا المسألة الأولى هل يجوز له إرجاعها إلى صاحبها إلى بائعها ووجوب على البائع أن يفسخ البيع ويعطيه ماله ويسترد شاته الجواب نعم لأنه قد يقول وقال يقول لا أنا ما أقبل ما دمت اتصرفت بها وشربت من لبنها وحلبتها أنا بعد ما أستقبلها منك هذا صار تصرف أنت ترجع للبضاعة مثل ما أخذتها مو لعب بها لعب مثلا نقول لا لا حق له في ذلك يجوز للمشتري أن يرجع وعلى البائع أن يقبل حتى وانتصرف في في هذه العين المباعة نعم خلال ثلاثة أيام كلامنا خيار الحيوان الآن نعم طيب المسألة الثانية هذه أنه هل واجب عليه رد ثلاثة أمداد معها أم لا مشهور الفقاء يقول لا مواجب هذاك ما اشترط من البداية صحيح هذا مواجب ليش مواجب لقطعية بقاء خيار الحيوان في الثلاثة الأيام أما رد الثلاثة أمداد أو الثلاثة الأمداد بين شرطتين من اللبن أو الطعام على الاختلاف نحن كما قدمنا اختلفوا أنه ثلاثة أمداد من اللبن أو من الطعام فحملوه على الاستحباب ليش حملوه على الاستحباب لثبوت أن النماء في زمان الخيار للمشتري لثبوت لثبوت أن النماء في زمان الخيار للمشتري فلم يتناول إلا ما هو ملكه عرفتوا الآن ليش الثلاثة أيام في الشريعة هو مالك الآن مو أنه ما ملك غاية ما هنالك له خيار الفسخ خلال ثلاثة أيام هذا يفرط هو الآن مالك أنا شيء اشتريته وأتصرف بي كيف أحلب هاي الشاة وأركب هاي السيارة وأخي الدجاجة أخذ بيضة وأطق لي بيضة وأأكل طبيعي يعني النماء الذي يحصل في هذه الثلاثة أيام هي من حق المشتري لأنه هو المالك شرعا هو مالك بس له حق أنه شنو يفسخ بعد ثلاثة أيام فالباع ليس له أي أن يرد ذلك ويزعم يقول لا مادم تصرفت أنت وشرت من لبناء مارضة مالك حق الفسخ أنت مثلا يعني أو يقول له عوضني قصبا عنك تعوضني الإمام قال ترجع لي ثلاثة أمداد معها يقول له إي نعم بس الفقهاء يقولون هذا حكم استحبابي أخلاقي أنا ما رح أرجع لك ثلاثة أمداد عندك عرك أروح مع الفقهاء تعارك معاي أنا لا تتعارك نعم هس شؤئي متعمد الله بعدين يحاسبه يوم القيامة على أنه احتال هذا موضوع ثاني بس كحكم فقهي في دار الدنيا هذا هو الحكم هذا مثل الذي يحتال على امرأة يوهمها أنه يريد أن يتزوجها دائما وتجي المرأة خلص تهيئ نفسها وتنتقل إلى بيت هذا وكذا هو بعد ثمانية واربعين ساعة يطلقها هو أصلا ناوي من البداية يتزوجها ويطلقها اللي يسموه الآن زواج بنية الطلاق هو في الحقيقة زواج وطلاق ما عليه شيء هذا كفي دار الدنيا كلامنا في دار الدنيا ليس عليه شيء يرفع أمر للحاكم الشرعي يقول زواجت على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وطلقتم على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وآله شعدكم ويايا بس الله يعلم دواخله يعلم نيته الخبيثة من الأصل أنه كيف تلاعب بها المرأة كيف مثلا يعني دمر مستقبلها مثلا خلي نقول الله يحاسب غير حساب هذا كله في الآخرة نحن هنا في الدنيا نحن والأحكام نمشي على الأحكام ولذا قال الشيخ الأعظم في المكاسب عما ورد في الخبر أنه لعله محمول على الاستحباب مع أن ترك العمل به لا يوجب رد الرواية فتأمل فتأمل هذا ليش يقول الشيخ الأعظم فتأمل لأنه القضية ما مستقرة بالمناسبة قضية رد الثلاثة أمداد أنه محمول على الاستحباب قطعها ما فيها عرفتو لعلها بالفعل واجب ولذلك يقول فتأمل عبر أولا بلعل قال لعله محمول هذا الحكم حكم رد الثلاثة الأمداد لعله محمول على الاستحباب زين إذا هذا حملناه على الاستحباب خلينا نفرض هذا الشكل حملناه يعني ما دل على الوجوب في الفرد الثاني نقول به أم لا نقول نقول ولا نسر هذا الحكم إلى هذا ولا هذا إلى ذاك لماذا لقاعدة التفكيك هذه فهذان مثالان على صحة التفكيك وهي فائدة أصولية هاي شوفوا الممتع في بحثنا هذا في سلسلتنا هذه إنه فيها فوائد فقهية أصولية رجالية أحيانا درائية كلامية كلها محورها شنو فهم كلام الأئمة عليهم السلام فهم لحن الأئمة صلوات الله عليه وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وآله محمد وعجر فرجه ونعى نعمده